موعد أخبار رابعة أهلا بكم بداية وضمن الرؤية الاستراتيجية الواعدة لتثمين الموارد المنجمية ببلادنا تطوير المشاريع الجديدة بغية تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تم مساء أمس التوقيع على ثلاث اتفاقيات وعقود تخص مشاريع منجمية وتعدينية بكل من قارج بلاد بتندوف وتالى حمزة بواد أميزور ببجاية بين شركات وطنية وشركاء ذوليين مرسم التوقيع جاءت على هامش الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المناجم وتأسيس المجمع الوطني للأبحاث والاستغلال المنجمي سونارام وتكرس هذه الاتفاقيات لشركات مثمرة في قطاع المناجم قصد تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني مستقبلا وفق ما تم التأكيد عليه خلال مراسم التوقيع انتلقت اليوم بقصر الأمم بالعاصمة أشغال والملتقى الدولي حول الذكاء الاستناعي الرقمنة حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين في ضمان الأمن القانوني الملتقى الذي ينظم بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية ومنظمات المحامين أكد خلاله المشاركون على ضرورة انخراط المحامين في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار وجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال كما تم تشديد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات القائمة لمواكبة تطورات الحاصلة في العالم الرقمي ضمن الجهود دولة الرامية للاستجابة للانشغالات المواطن تم بولاية معسكر توزيع إعانات مالية للبناء الرفي في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وهي العملية التي وقف عندها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعية تغطية لمختار مذكور والقراءة لسفة دين بن زرتا الالتزام بالبعد الاجتماعي للدولة الجزائرية المرتكز على توفير الحماية الاجتماعية للمواطن مبدأ يلقى تشسيدا على أرض الواقع عبر إجراءات عديدة نتلجت صدور المواطنين والعينة من ولاية معسكر نسكن في المحمدية استفدت من إعانات الأنفان بوست اللي ادعبنا بهذه الدولة نشكروها الحمد لله استفدنا من أفان بوست إعانة أفان بوست بلدية من ناور دائرة البرج الحمد لله يا ربي استفدنا من الأنفان بوست من ذلك الإعانة وعاونونا نستفدت من أفان بوست في تيرنيف ألبي ياثنين ونشكر لغالي سامو فيها مكاسب اجتماعية تتصدرها زيادات في منح ومعاشات التقاعد وبنسبة هي الأعلى في تاريخ البلاد هذا التثمين الذي شهدته الجزائر سنة 2024 بإقرار من سيد رئيس الجمهورية بنسبة تتارى وحبين عشر إلى خمستاش بالمئة فهو أيضا يعد مكسب من مكاسب الاجتماعية للمتاقعد الجزائري فنظرة سيد رئيس الجمهورية هي أنه فيه دعم للمواطن الأجير من خلال رفع الأجور فكذلك فيه دعم للمتاقعد الجزائري من خلال الرفع من قيمة قدرته الشرائية وكذلك فيه دعم للشباب الجزائري البطال من خلال استحداث جهاز منحة البطالة فهي نظرة اجتماعية مست كل أطياف المجتمع الجزائري وبهدف تقريب الإدارة من المواطن يشهد قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تدشين عدة هيكل ومرافق بولاية معسكر وصحيا نظمت الجمعية الجزائرية للأمراض التنفسية بالعاصمة ملتقا حول الأمراض التنفسية وطرق علاجها حضره أطباء من مختلف جهات الوطن بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب حيث تم التطرق إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الحالة المستعصية في مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث استشهد فجر اليوم عدد من الفلسطينيين وأصيب أخرون في قصف للاحتلال استهدف منازل في اليارموك والنفق بمدينة غزة فيما شن طائرون الحربي غارات على أماكن في أحياء الزيتون والصبر والنصر وتل الهوى ومخيم الشاطئ كما تواصل طائرات الحربية الصهيونية قصف المنطقة الشرقية من رفح حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى أزيد من أربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء وما يقارب تسعة وسبعين ألف جريح هذا وانطلقت منذ قليل أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية للتصويت على مشروع قرار يطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين وجرائم الاحتلال الصهيوني لا تتوقف عبر بختلف مناطق غزة ففي رفح أضحى المدنيون العزل من نساء وأطفال بنك أهداف دائمة لهمجية هذا العدو المجرم وآلته الحربية مرسل تلفزيون الجزائر من غزة وسامة بوزيد والتفاصيل هكذا عبرت هذه الأم الفلسطينية عن رضاها بتقديم ابنها شهيد بل وقامت بالتضرع إلى الله تعالى أن يتقبله ويتقبل منها فهي مشاعر أم فطر قلبها بعد أن قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الشرق رفح ولم يعطيه من الوقت الكافي للإخلاء القصري هاي الهدف هاي الهدف شايف الهدف بلغ نتنياهو هاي الهدف فاز خسر خسران وإسرائيل خسرانة ومحزوبة وإحنا اللي هننتصر وبالتزامن مع عملية رفح جنوبا أعلن جيش الاحتلال عن عملية برية أخرى شرق غزة مستهدفا المباني السكنية والمدنيين ما يزيد من أعداد الشهداء إلى ستين شهيدا وأكثر من مئة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جهة نظر عامتي دار مدنيين بعد أقسم باللا مدنيين ما في عندهم ولا حب نسوان ورد صغار عيد وطفل نسوان ورد صغار ومن هو خارج المستشفيات من الفلسطينيين فهو ما زال يبحث عن ملجأ له بعد إجبارهم من قبل جيش الاحتلال على النزوح القصري من شرق مدينة رفح ليبلغ عدد النازحين من رفح وفقا للأنوروة نحو ثمانين ألف فلسطيني يبحثون عن أماكن تأويهم زي ما تشعفين الحمد لله لكل حال من معنى لمعنى من نزوح لنزوح من مكان لمكان الخطر قرب على بعد نسكيب عنا للقصف والخطر فالاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يجعل من عملية رفح البرية سيفا مسلطا يشهره خلال مفاوضات القاهرة الجارية في محاولة منه للبحث عن صورة انتصار بعد أن فشل في إظهارها على مدار ثمانية أشهر من الحرب وسام أبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين في أخباري يا رياضة ولحساب نهائي كأس رابط لكرة القدم لفئة الرديف طبعة 2023-2024 يواجه اليوم وفاق سطيف فريق شبيبة القبائل بملعب سلم مبروك برويبة بالجزائر العاصمة وهذا ابتداء من الساعة الرابعة والنصف وهي المباراة التي ستكون منقولة على المباشر على قناة السادسة الشبابية ختم هذا الموعد الإخباري في أمان الله موسيقى 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 موسيقى